قطوات غير مسبوقة قامت بها مصر الاستضافة مؤتمر المناخ والخروج به بشكل مبهر يليق بقامة مصر ومكانتها وأهمية الحدث وهو التنظيم الذي لقى استحسانا كبيرا واشهدت دولية واسعة من جميع المشاركين من الدول والزعماء الأمر الذي عاد بالكثير من المنافع التي خرجت في صورة التفاقيات ومذاكرة تفاهم تمويلية لخدمة قضايا الاستثمار في تغير المناخ جهود تنظيمية كبيرة قامت بها الدولة المصرية ليخرج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بهذا الشكل غير المسبوك من النجاح الأمر الذي لاقى إشادات دولية واسعة الدولة المصرية وجميع أجهزتها وفرت جميع عناصر ومقاومات النجاح للمؤتمر وجندت له كل الإمكانات والمتطلبات اللوليستية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية التي كانت تتابع دوريا تفاصيل الاستعدادات التي جرت على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث ولتكون شرم الشيخ في أبهى صورة أمام العالم بأسره فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في مدينة شرم الشيخ حيث شهدت مدينة السلام مشروعات تطوير غير مسبوقة لتطوير البنية الأساسية وفي مجال الطاقة النظيفة ووسائل النقل الذكي صديق البيئة وقدمت مصر نموذجا يحتذى به في تنظيم المؤتمر وهو من عكس على الحضور القوي والمؤثر من كافة قادة العالم والذي كان لافتا للأنظار بحيث صار يشكل مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا كمصريين بالانتماء لهذا الوطن العظيم التنظيم المبهر والمشرف بل ورقيمة ومكانة مصر أمام العالم كله وهو ما دفع بالرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء رقائه بالرئيس السيسي لتوجيه الشكر للقائمين على المؤتمر على هذا التنظيم المبهر والرائع الذي يليق بحجم ومكانة مصر كل المسؤولين الأمريكيين الذين أتوا إلى مصر للمشاركة في هذا المؤتمر أيها الشركاء والزعماء يشرفنا أن نشارك في هذه القمة الحيوية شكرا الرئيس السيسي على استضافتنا في هذه اللحظة التاريخية شكرا سيد الرئيس ولعل هذا المؤتمر بتنظيمه الفائق عكس قوة مصر وريادتها وأهمية الدور المتازن الذي تلعبه في محيطها الإقليمي والدولي حيث أعرب الأمير محمد بن سلمان وري العهد السعودي عن شكره لرئيس السيسي على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم جيمس كليفرلي وزير خارجيات المملكة المتحدة بدوره شكر الرئيس السيسي على الدعوة للانضمام لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لافتا إلى حسن تنظيم وريادته أما رئيس دولة جيبوتي إسماعيل عمر قيلة فقد قال إنه يهنئ مصر على ما بذلته من جهود مقدرة في سبيل إنجاح هذا الحدث العالمي لافتا إلى أن مصر كانت سباقة في تبني العديد من المبادرات كما عبر محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان عن عميق امتنانه وشكره للرئيس السيسي على تنظيم هذه القمة الهامة للغاية وأعرب وزير البيئة السنغالي عليون أندريه عن شكره لمصر على تنظيم هذا المؤتمر وسائل الإعلام العالمية والعربية أشهدت أيضا بنجاح الدولة المصرية في تنظيم قمة المناخ بحضور قادة وزعماء العالم منوهة بأن مصر أثبتت مدى تأثيرها الإقليمي والعالمي لتقود العالم من شرم الشيخ نحو الخروج إلى تنفيذ التوصيات والتعهدات التمويلية والاتفاقات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية